بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع الى هذه الفقرة مع كتابي لكي يتعلم طبعا انتهينا مع النص لازلت هناك بعض الكلمات و بعض العبارات المتعلقة بهذا النص اذا اخذ اولا الوفوكابيلار كما نلاحظ اذا اخذ اول كلمة لولو اللولو كما ذكرنا في المسابق الضيب إذا اللولو إنانانيمال صوفاج كي رسميه لولو إنانانيمال صوفاج إذا اللولو هو واحد الحيوان صوفاج وحشي كي رسميه كي رسميه التي يشبه للكلب كي رسميه التواصل كلب هو من الحيوان الوحشية الذي يعيش في الغابة طبعا صورته تشبيه الكلب ونسويتنا لغر إذن نتكلم عنه الغول كما في القصاص الخيالية القديمة خاصة دان لزيستوار دي غران مر دان لزيستوار دي غران مر دان لغر نكزيست با إذن كلمة لغر دان لزيستوار دي غران مر في قصاص الجدد إذن من عادة الجدد من عادة الجدد مثلا عند الفرنسيين أو غيرهم أن الجدد يحكينا قصاصا في هذه القصاص يعني أننا نتحدث المقصود بأن الجدد تتحدث دان لان تخيغان تتحدث عن رجولين كبير جدا ثم أنه شرير إذن كمنا نقول بأنه يختاطي في الأطفال مثلا ولكن بالحقيقة الغول نكزيست با أنه لا يوجد إذن نتكلم عن قصة خيالية هذن نقصدون إذن الجدد في قصاصهن أنه يحكينا لأطفالهن عن رجولين ضخمين جدا ثم أنه يحكينا لأطفالهن ثم أنه يحكينا لأطفالهن لأطفالهن لكن بالحقيقة لأطفالهن لأطفالهن الغول لا يوجد لأطفالهن 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 كما هو يفعل جميل كما نقول كما نقول كما نقول كما هو جميل بالقرب من النار نقول مثلا كما هو جميل أن تكون عندك في منزلك كما هو جميل كما هو جميل في المنزل أو مثلا كما هو جميل عند الشمس عندما تكون هناك شمس كما هو جميل تحت أشعة الشمس مثلا كما نقول إلى غير ذلك إذا نقول كيل فابو إذن نستعمل هذه الصغيرة التي عندنا هنا للتعبير عن هذه الإحساس ثم نقول جو بارتي طبعا كما ذكرنا فيما سابق هذا سلو بارتيغ ذكرنا فيما سابق جو بارتي أنا ذهبت كما تلاحظوا عندنا لو بارتيغ وباسي سامبل طبعا لوباسي سامبل هو من الأزمينة دي الماضي ولكن تدل على السرعة نصرف الفعل مثلا عندنا هنا لوباسي سامبل نصرفه في لوباسي سامبل هذا الزمن للدلالة على هذا المعنى إذن جو بارتي أنا انطلقت إذن طبعا كما ذكرنا فيما سابق ممكن نقول أنا ذهبت أنا انطلقت جو بارتي إذن عندنا جو بارتي سودان ثم فجأة ثم جو انتوندي جو انتوندي أنا سامعت مثلا جو في أنا رأيت جو ممي أق أنا بدأت في إذن نقول جو بارتي أنا انطلقت سودان ثم فجأة جو انتوندي أو بيا جو في أنا رأيته ثم جو ممي أق جو ممي أق أنا أخذت في إذن نكمل تسو تيب دي فراز انتوندي أو باريون لسيطياتي إذن نقول مثلا جو بارتي جو بارتي تو سول إذن تكلمت أنا كطيف مثلا جو بارتي تو سول أنا انطلقت واحدا سودان جو في لغر سودان جو في لغر فجأة أنا رأيت لغر جو ممي أقرير جو ممي أقرير ثم أنا بدأت في الجري أقول مثلا جو بارتي مع أخي سودان نوفيم ألو سودان نوفيم ألو فجأة نحن رأينا دي بان نو ممي أكورير نحن بدأنا في الجري جو بارتي مع أخي على فري مثلا إذن أنا ذهبت مع أخي إلى الغر سودان نوفيم ألو فجأة نحن رأينا دي بان ثم نقول ننميم ننميم أكورير نحن بدأنا في الجري إذن نستعمل مثل هذه السرعة للدلالة على هذا المعنى ثم عندنا الأورتوغراف عندنا بعض الكلمات المتضمنة لهذا الصوت آي آي مثلا لطخاباي لطخاباي العمل ثم عندنا لغاي دي تحان لغاي دي تحان قطباني القطار إذن نتكلم عن سكتي الحديد كمانا نقول سكتي القطار إذن نتكلم عن سكة القطار لغاي دي تحان ثم دولاي من التوم دولاي لاي مقصود بالتوم ثم عندنا آي بذا الشكل إيمباي إيمباي إذن نتكلم عن قشة تيبن إذن نتكلم عن تيبن هنا إيمباي 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 ثم جو تخواي بيه جو تخواي بيه أنا أعمل بشكل جيد أنا عندنا لغاي بتخوايه في العاملة طبعا يكتب دوزال أما في حالة لطخواي حالة كلمة العمل تكتب دوزال واحدة أنا عندنا آي آل آي دوزال أ ثم عندنا هنا كما في كلمة الشمس لو الصلاوي يذن الشمس ثم عندنا الغيباي نستيقاد إذن نتكلم عن الغيباي ومنها مثلا فعل أي قدع ثم عندنا مثلا كلمة يناباي ثم ينغاي ثم نتكلم عن أدن ثم كوزين ميغاي ثم نتكلم عن ابنة العم أو ابنة الخال تسمى كوزين طبعا بالمذكر نقول كوزين ابن العم ابن الخال إلى غير ذلك يسمى الكوزين كوزين ثم نتكلم عن ابنة العم من تكون ميغاي يناباي ثم كلمة travail بالمقارنة مع مادة إلى ثلاث أشخاص دي بلوغيال أنك تميز مع الضمير الثالث الصرف مع الضمير الثالث سواء للجمع أو للمفرد لفعل travail فعل عاملة نقول جو تخافي نقول جو تخافي جو تخافي إيل تخافي إيل تخافي هو يعمل إيل تخافي هي تعمل تكتب هذا الشكل هذا الصغير الفعلية تكون مع الضمير ثم عندنا لتخافيون فتخافي إيل تخافي إحنا عندنا إيل تخافي نتكلم عن الجمع هنا نتكلم عن الجمع هنا إذا هذا صرف فعل تخافي فعل عاملة في الحاضر ثم عندنا ديكتي لغيباي أصوني لغيباي أصوني كمان نقول بأن الاستيقاد أنه رن أن الساعة رنت للاستيقاد لغيباي أصوني حان وقت الاستيقاد لغيباي أصوني لصلاي بغي لصلاي بغي الشمس تلمع دوبو وقوف دوبو وقوف أو تخافي إلي العمل غنة تخافي موافيت كو ساكوزين مغاي غنة تخافي موافيت كو ساكوزين مغاي غنة يعمل أقل سرعة كو ساكوزين من ابنة عمه أو ابنة خاله ابنة عمته أو ابنة خالته مغاي تسمى مغاي إذن لغيباي أصوني لصلاي بغي دوبو وقوف تخافي غنة تخافي موافيت كو ساكوزين مغاي كو ساكوزين مغاي دوني شون في الحقول لزاباي لزاباي تخافي أصي إذن في الحقول لزاباي النحلو النحلو تخافي أنه يعمل كما تلاحظوا لوفي تخافي أفك دوزيل وإنتي نتكلم على الجمعون جمع الغائب لزاباي تخافي إذن النحلو يعمل أصي أيضا إذن في الحقول النحلو هو أيضا يعمل مثل الناس دوني شون لزاباي تخافي أيضا إذن النحلو يعمل أيضا إذن لدينا كونجزون لفرب être الامبراتيف إذن عندنا فعل être الامبراتيف طبعا في الأمر الامبراتيف ليس الامبرفي الامبرفي هذا زمن الماضي الماضي المستمر شيئا ما في الوقت نتكلم عن عادة مثلا كانت تحصل في الماضي نصرف الفعل في هذه الحالة فلا أصيب ولكن هنا لدينا الامبراتيف لدينا الأمر إذن الأمر معروف بأنه عنده لديه دمائر إما أنك توجي الأمر لشخص أمامك إذن نتكلم عن دوزيان وإما أن الإنسان يوجي الأمر لنفسه ومعه أشخاص يقول لهم فلنفعل كذا إذن طبعا نتكلم عن ثم ثم عندنا الدمائر الثاني للجمع طبعا الشخص يوجه الأمر لمجموعة أشخاص أمامه وهو ليس معهم في حالة آدخ مثلا سنقول سوى فلتكون أو فلتكوني أو فلتكوني ثم سويو فلنكون علينا نحن جميعا أن نكون كذا وكذا بكذا الصيفا مثلا أو بكذا عمال إلى غير ذلك سويو فلنكون ثم سوي فلتكون نقول مثلا في حالة دوزين في وجه الأمر لشخصين مثلا أمامي أقول له سوى كوراجو فلتكون شجاعا فلتكون شجاعا عليك أن تكون شجاعا سوى كوراجو في حالة المؤنت نقول لها سوى كوراجوز سوى كوراجوز فلتكوني شجاعا ثم في حالةik الجمع في واحدت سوى كوراجوز سوى كوراجو فلنكون مجمعا علينا نحن جميعا أن نكون شجعن شجاعن سوى كوراجو في حالات هاتف لدوزين دوزين سوى كوراجو فلتكون شجعن فلتكون شجعنا إذا فما يخصد الفقرة نلتقي إن شاء الله في فقرة القادمة مع نص جديد إلى ذلك من الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله